علينا تعزيز تبادل الحضاري وزيادة التفاهم والثقة المتبادلة من ضروري توسيع نطاق تبادل الأفراد وتعاون الإنساني وثقافي وتبادل الخبرات في الحكمة والإدارة ومن ضروري رفض الإسلامفوبيا بشكل مشترك وإجراء تعاون في نزع التطرف ورفع ربط الإرهاب بعرق أو دين بعينها ومن ضروري تكريز قيم البشرية المشتركة المتماثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية والنصب قدوة للتواصل والاستفادة المتبادلة بين الحضارات في العاصر الجديد رأينا بارتياح أنه تم الاتفاق في هذه القمة على العمل بكل جهود على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العاصر الجديد مع وضع الخطوط العريضة لخطة تعاون شامل بين الصين والدول العربية بغية تخطيط آثاق تدور العلاقات الصينية العربية بشكل مشترك كخطوة الأولى لبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك وتنفيذ الخطوط العريضة لخطة تعاون شامل بين الصين والدول العربية يحرس الجانب الصيني على العمل مع الجانب العربي على تنفيذ الأعمال الثمانية المشتركة خلال السنوات الثلاثة إلى الخمسة القادمة التي تغطي المجالات الثمانية التالية تدعيم التمية الأمن الغذائي السحة التمية الخضراء والابتكار أمن طاقة الحوار بين الحضرات تأهيل الشباب الأمن والاستقرار قد أفاد الجانب الصيني الجانب العربي بالمحتويات المفصلة للأعمال الثمانية المشتركة وسيعمل مع الجانب العربي سويا على تنفيذها في أسرع وقت ممكن وتحقيق حصاد مباكر ترجمة نانسي قنقر